اهلا ومرحبا بكم عزيزا المشاهدين وانا ارتقيكم في حلقة جديدة برنامج جيكم عشرة سكايب حديث عراقي ربما لم تخلو حلقة من حلقات هذا البرنامج إلا وتحدثنا فيه عن صور من صور الكارثة التي حلت في العراق والعراقيين منذ عام 2003 لحد الآن وهي صور كثيرة ومؤلمة وموجعة لكنها واقعية لكنها ملموسة لكنها جزء من حياة العراقين صارت جزء من حياة العراقين ولابد من الحديث عنها واحدة من هذه الصور هي صور التخلي عن كل تاريخنا وعن كل تراثنا وعن كل شهدائنا وكل ناسنا وكل أهلنا وكل حقوق شعبنا لصالح الغير وهذه يجري التخلي عنها بمؤسسات وقوانين ويوضع لها قوانين وترتيبات معينة بنوايا مسبقة وترتيب مسبق لصالح الغير والعراقيين ومن هذه المؤسسات ما يعرف بمؤسسة الشهداء هذه هذه رفضة كل الشهداء الذين سقطوا الذين قدموا أرواحهم ودماءهم خلال الحرب العراقية الإيرانية من 1980 إلى غاية 1988 في الحرب العراقية الإيرانية كل الذين قدموا دماءهم وأرواحهم لأجل العراق يعني لغة كل امتيازاتهم لغة كل ما يحتاجوا كل لغة كل حقوقهم ووضعت حقوق جديدة ومن ضمن ما وضعت في قانونها رقم 2 بحسب المادة 2 لسنة 2016 بان حكومة حيدر العبادي نصت على قضية يعني أعدت بعناية خاصة وبالغة لأغراض خدمة إيران وسلب العراقين حقوقهم تقول هذه المادة 2 لتنوص على تعويض غير العراقيين ممن قتل على عدد نظام السابق أو خلال المعارك مع داعش بمعنى أن كل الإيرانيين الذين قتلوا في الحرب العراقية الإيرانية منذ عام 1988 لغاية 1988 هؤلاء يجب على العراق أن يعوضهم أما أهل العراق فهؤلاء يعني لا بواكية لهم ولا حقوق لهم بس الإيرانيين لهم الحقوق يجب أن يعطيها الإيران لاحظ هل هناك مؤسسة تقول أنها عراقية هل هناك أشخاص هل هناك نظام سياسي يقول أنه عراقي ووطني وأحزاب تدعي أنها مخلصة لعراق وجاءت من أجل العراقين تفعل ذلك لكنهم فعلوه ويفعلون أكثر من ذلك لذلك طالبت الحكومة الإيرانية عبر مسؤوليها من رئيس الحكومة الحالية ومن رئيس البرلمان قبل أيام عندما زار مساعد الرئيس الإيراني أمير هاشمي زار العراق هذا وهو رئيس مؤسسه هناك للشهداء هناك وطالب بتعويض العراق وطالب بإسراع في تعويض إيران عن قتلاهم الذين سقطوا في الحرب العراقية الإيرانية منذ عام 1980 عام 1980 تعويض عن الجنود الإيرانيين الذين سقطوا أثناء عدوانهم على العراق هذه كارثة وما بعد 2014 قال أيضا يجب أن تعوضهم الذين سقطوا بعد 2014 طبعا كل الحكومات منذ عام 2014 لحد الآن عندما تسأل وكل القوى السياسية وكل قوى الحزبي الحاكمة للعراق تقول ليس لدينا إيرانيين في العراق ما عندنا قوى إيرانية ولا حرز توريولها ولا هذا الكلام غير صحيح لدينا كانوا مستشارين إيرانيين كم عدد هم عشرة خمسة ستة يعني هؤلاء مستشارين كانوا وقاسم سليماني ومعرف منه هؤلاء طيب العدد شلون يطالبون مئة وسبعين مئة وسبعين عصر من الحرس الثوري قتلوا هؤلاء مسجلين في قوائم ميليشيا الحجد الشعبي هم إيرانيين يجابهم للعراق العراق لم يفتح باب التطوع الخارجي لكي تأتي الناس وهل العراق يسدون عين الشمس وهم يعني الأقدر على حماية العراق وحماية كرامته وحماية أهله ليش يطلبونه من الآخرين ليش تجي إيران حتى تدافع عن العراقين فمن جاء بهم إذن دخولهم غير شرعي وجودهم غير شرعي لماذا نعوضهم وخلال حرب العراقية الإيرانية كيف نعوض ناس قاتلونه ومن قاتل من العراقين ضد إيران خلال تلك السنوات بثمان سنوات كل الشيعة كل السنة كل الأكراد كل العراق كل التركون كل المسيحين كل المسلمين كل اليزين كل العراقين قاتلوا وقدموا تضحيات كبيرة قدموا شهداء ودماء ومصابين وكارثة كبيرة كانت وكان التهديد مستمر ثمان سنوات فكيف نعوضهم ونمسح حقوق العراقيين من الشهداء هذا واضح هذه جزء من صور من صور الإعداد لسلب العراق كل ما يملك سلبة تاريخه وسلبة حقوقه وسلبة أمواله لصالح الآخرين هذه وتعاهد رئيس الوزراء الحالي وتعاهد رئيس البرلمان بأنهم سيسعون بسرعة إلى تعويض جنود الإيرانيين وهذا يؤكد الخضوع والخنوع لإيران هذا تقديم كجزء من تقديم فرض الطاعة والولاء من أجل بقاءهم على كراسي الحكم هذا الحطاط أخلاقي وازآني ووطني وكل الصفات الحقيقة لا يمكن قبولها هذا ما يحصل في العراق هذه صورة من صور الكارثة التي حلت بالعراق من قبل هذه الفئة التي تحكم العراق من أحزاب وكوى العملية السياسية وهذه الذين يدعون الذين جاءوا من أجل العراق وجاءوا من أجل زيارة العراق ومن أجل تخليصة من الدكتاتورية ومن أجل الديمقراطية والحرية والاستقلال والسيادة يرهنون كل إرادة العراقين وأموالهم وخيراتهم وثرواتهم وتاريخهم للآخرين مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستولعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة